تحذير من المجاعة ووضع العراقل أمام الحلول الكفيلة بمواجهتها اتهام موجه من البنك المركزي اليمني لإحدى الدول الرباعية الاقتصادية المختصة باليمن الحديث هنا عن بريطانيا التي قال محافظ البنك المركزي إنها تعرقل استخدام البنك لأمواله فأموال اليمن التي في حساب بنك إنجلترا لا تزال مجمدة ووفق محافظ البنك محمد زمام في حوار له مع صحيفة الشرق الأوسط فإن البنك البريطاني يمنع استخدام البنك المركزي اليمني لأمواله بسبب طلبات سياسية لا علاقة لها بالعمل المصرفي مع أن البنك اليمني يرغب بفتح اعتمادات غذائية الاشتراطات السياسية من قبل لندن لتفعيل نشاط البنك المركزي تفتح تساؤلات عن أهداف المجتمع الدولي من تسييس الاقتصاد اليمني خصوصا وأن الأمم المتحدة تمارس ضغوطات على البنك المركزي حيث تلقى البنك بحسب محمد زمام ورقة من المبعوث الأممي تتنافى مع قوانين البنك وتتعارض مع استقلالية قراره التدخلات الدولية في استقلالية البنك المركزي جعلت البنك يدخل في حالة تصادم مع بعض المنظمات الدولية ولا يزال البنك يطالب تلك المنظمات بضبط الإقراءات التي تضمن ضخ العملات الخارجية عبر البنك وإشرابه الوديعة السعودية شكلت حافزا لقيام البنك المركزي بوظائفه إلا أن البنك بإفادة محافظة لا يزال يواجه الكثير من التحديات أهمها كسب ثقة الدول المانحة التي ستعقد في نهاية نفمر الحالي اجتماعا لتمويل مشروع إعادة تطوير البنك المركزي اليمني وهو المشروع الذي تشرف على إعداده الرباعية الاقتصادية التي تضم السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والإمارات ترجمة نانسي قنقر